بسم الله الرحمن الرحيم هنحل مع بعض النموذج العاشر من النموذج اللي نزلت على الصفحة والنموذج العاشر دوت من النموذج اللي موجودة في البوكلت اللي مع الطلاب طيب بتقول لي اقرأ الفقرة التالية ثم اجب عن الاسئلة التي تليها ان مصر ضاربة بجذورها في الزمن فكم من غاز امسك المك وحط قسرتين تحت الزدي فكم من غاز اتى اليها فرده الله مكسورا وستبقى مصر ان شاء الله امنة مستقرة وسيظل شعبها الصلب المعطاء رمزا للعطاء ومثالا للصبر والجلد تمر عليه المحن فيصير اشد واقوى ويبدلها دروسا للتاريخ والزمن يحيى مهيبا جانبه لا ينحني لمحنة ولا يلين لألم ولا يفرط في وحدته ولا في حريته ولا يعرفوا الانكسار زي ما احنا عارفين ترتيب الاسئلة او السؤال بيكون اعرب ما تحته خط ان مصر ضاربة سهلة جدا جملة اسمية ومسبوقة بان حرف ناسخ ان مصر اسم ان ملها ضاربة هتبقى ضاربة خبر ان مرفوع بالضماء طيب تاني كلمة كلمة مكسورا نجيب الجملة من اولها فرده الله كيف رده مكسورا اول مسأل بكيف ولاقي الاجابة اسمنا كرة منصوب يبقى الاسم ده حيال يبقى كلمة مكسورا حيال منصوب بالفتحة طيب تالت كلمة رمزا نجيب الجملة من اولها وسيظل شعبها الصلب المعطاء رمزا يظل دي بتفكرك بحاجة ايه طبعا بتفكرني بالحروف الناسخة اللي هي كانة واخوتها ومنها ظلة وقلنا ان الافعال الناسخة بتعمل في كافة الازمنة يعني سواء كان ماضي او مضارع او امر بيعمل نفس العمل يعني بيرفع المبتدأ وينصب الخبر مين اللي هيظل شعبها اسم ظلة او اسمي يظل مرفوع بالضم سيظل شعبها ماله رمزا رمزا هنا هتبقى خبر يظل منصوب بالفتحة اخر كلمة تحتها خط عندي اللي هي كلمة جانبه يحيا مهيبا جانبه اخلي بالي من كلمة مهيب مهيب دي بتفكرك بحاجة ايه طبعا بتفكرني بنوع من انواع المشتقات وهو اسم المفعول من الفعل معتل الوسط فعلها هابا في الف النصدهو اجي اجيب اسم المفعول منها هجيب المضارع وابد الحرف المضارع مين مفتوحة هتبقى يهيب اشيلي لياء وحط مين مفتوحة هتبقى مهيب واسم المفعول هنا عامل عمل فعله يعني الكلمة اللي وراها تكون نائب فاعل مرفوع بالضم جانبه نائب فاعل مرفوع بالضم وخلي بالي من الهاء يا شباب الهاء ضمير متصل باسم هيبقى ملوش غر اعراب واحد ضمير مبني في محل جر مضاف كده خلصت السؤال الاولاني بالتمن درجات وهو سؤال الاعراب كل واحد عليها اتنين طيب السؤال التاني وهو سؤال الاستخراج بيقول لي استخرج من العبارة مصدر لفعل غير ثلاثي مصدر لفعل غير ثلاثي يعني ايه يعني مصدر رباعي او خماسي او سداسي واخلي بالي من حاجة يا شباب قلتها لكو قبل كده اقرى الفقرة عدل مرة واتنين وما تقولش مفيش ابدا مستحيل ممكن تكون الكلمة اللي هو طالبها اخر كلمة في الفقرة زي السؤال ده المصدر هنا كلمة انكسار اهي ولا يعرف الانكسار اخر كلمة في الفقرة الفعل بتاعها ايه انكسر فعل خماسي يبقى الانكسار مصدر لفعل خماسي طيب وقلنا برضو المصدر الخماسي اخلي بالي منه انه لازم يبدأ يا اما بالف وصل اللي هي الالف بدون همزة دي او بتاع زائد طيب هنا بيقول لي مصدر لفعل غير ثلاثي قلنا كلمة الانكسار طيب السؤال اللي بعده صيغة مبلغة واذكر فعلها افتكر مع بعض صيغة المبلغة ان ليها خمس اوزان مفعال فعال فعول فعيل فعيل نوع من المشتقات ليه اوزان حفظهم صم مفعال فعال فعول فعيل فعيل وابص كده للسطر الثاني من الفقرة الى هذه الجملة وسيظل شعبها الصلب المعطاء المعطاء على وزن المفعال هي صيغة المبالغة المعطاء يبقى صيغة المبالغة كلمة المعطاء ووزنها المفعال طيب اللي بعده بيقول لي استخرج من الفقرة اسم فاعل لفاعل غير ثلافي علشان يكون اسم الفاعل لفاعل غير ثلافي لابد ان يكون مبدوءا بميم مضمومة وكسر ما قبل الاخر ميم مضمومة وكسر ما قبل الاخر وننظر الى السطر الثاني يعني في السطر الاول عندي ضاربة فاعلة ده ثلافي غاز فاعل ده ثلافي مش هو تعالوا على السطر الثاني وستبقى مصر إن شاء الله آمنة مستقرة مستقرة هي اسم الفاعل لفاعل غير ثلافي انت الكلمة اللي قدامك بصوت عالي هتلاقيها مستقرة ميم مضمومة ومكسور ما قبل الاخر اسم فاعل لفاعل غير ثلافي مستقرة طيب اللي بعده اسم منقوس وعارفين الاسم المنقوس يا شباب اسم منصوب اسم معرب اسم معرب ينتهي بيا لازم مكسور ما قبلها زي داعي ونادي وهادي ومحامي ننظر الى السطر الاول إن مصر ضاربة بجذورها في الزمن فكم من غاز وإحنا بنقرأ الفقرة قلت لك حط كسرتين أو تنوين كسر تحت كلمة غاز غاز لان اصلها غازي بس جاية هنا ايه ناكرة ومجرورة علشان قبلها حرف الجر من علشان كده لازم يتحذف الياء وقلت الملحوظة دي بقالي يجي اربع انتحانات بقولها لكو اذا كان الاسم المنقوس ناكرة ومرفوع او مجرور بتحذف الياء وبيعوض عنها بتنوين كسر فهنا الاسم المنقوس عندي كلمة غازي اصلها غازي واللي اتحذفت هنا علشان الكلمة ناكرة ومجرورة جاية بعد حرف الجر منه طيب كده خلصنا استؤال الاول اللي هو الاستخراج او استؤال التاني يعني الاستخراج ونشوف المجموعة التانية من الاسئلة بيقول لي يعطي شعب مصر العالم دروسا في الجلد يعني في التحمل والصبر بيقول لي ابني الفعل للمجهول وحدد نائب الفاعل خدنا في بناء الفعل للمجهول اقول ان عندي فعلين بس هما اللي بيبناء للمجهول الفعل الماضي والفعل المضارع اشوف الفعل اللي قدامي في الجملة هلاقيه فعل مضارع الفعل المضارع عشان ابنيه للمجهول بعمل ايه اضم اوله وافتح ما قبل اخره هتبقى يعطى اكتب الفعل زي ما هو بس حط ضمه على الياء وفتحه على الطاق ادي الحاجة الاولانية اللي عملتها في الفعل طيب علشان يكون الفعل مبني للمجهول لازم احزف من الجملة الفاعل فين الفاعل هنا اللي هو شعب واحزف معاها طبعا المضافئة اللي هي مصر فهاشيل شعب مصر اصلا من ايه من الجملة هتبقى الجملة يعطى العالم وحط على العالم دي ضمه لان هي اللي هتكون نائب الفاعل يعطى العالم دروسا في الجلس وحط التشكيل يا جماعة الفعل هيبقى مضموم اوله ومفتوح ما قبل اخره ونائب الفاعل اللي هو كلمة العالم هيبقى مرفوع لازم احط عليه ضمه طيب السؤال اللي بعده جنود مصر هجموا فراغ الاسود بيقول لي ضع مكان النقط اسم هيئة واضبطه اسم الهيئة ده خلنا تقريبا في قولة سنوي اسم الهيئة بيبقى مصدر على وزن فعلة بيبقى على وزن فعلة يعني فين الفعل اللي في الجملة اللي هو هجماء اجيب منها مصدر على وزن فعلة هتبقى هجمة جنود مصر هجموا هجمة اكتبها ازاي هجمة دي هاجمين تاق مربوطة وحط تحت الهاء كسرة وعلى الميم فتحة نقول الجملة تاني جنود مصر هجموا هجمة الاسود كده خليته اسم هيئة وطبعا الضبط بتاعه هيبقى منصوب طيب اللي بعده صحح الخطأ في الجملة الاتية مع ذكر السبب هو محدد لك هنا في السؤال ان الجملة اللي هيقولها لك حالا فيها غلطة اول حاجة اقرأ الجملة وبعدين اطلع الغلطة وصححها واقول انا صححتها بالشكل اللي انا اصححه ليه الجملة بتقول قال المؤرخ أن مصرا كنانة الله في الارض بصت كده كويس هتلاقي الجملة بدأ بالفعل قال وهتلاقي أن وأن هنا مكتوبة مفتوحة الهمزة يعني همزتها من فوق طبعا غلط صريح جدا وواضح ان احنا اتفقنا ان همزة ان بتكسر يعني بتكتب من تحت بعد القول يعني ايه بعد القول دي قلتها برضو اكتر من مرة يعني بعد اي حاجة من قال قاله يقول قل قول اي حاجة من قاله تيجي وراها ان لازم تبقى مكتورة الهمزة اخر سؤال زي ما احنا متعودين برضو بيقول كيف تكشف في معجمك عن كلمة حريته اشيل طبعا ازديادة وارجع الفعل هلاقيها حراء حاء راء والراء عليها تضعيف يعني عليها شدة يعني الراء بتنين افك التضعيف هيبقى هكشف عنها في حرارة حاء راء راء باب الحاء فصل الراء مع الراء اعتقد الاختبار ده سهل جدا وان شاء الله كده يا رب يجيلكوا فقرة سهلة وتقدروا تحلوها بسهولة بامر الله ربنا يوفقكم يا رب واشوفكم فقرة تانية قريب جدا باذن الله باي باي